السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة أينما كنتوا في العالم وشفتوا هذا الفيديو أقول لكم مرحبا بكم على قناة فلوغو تاويل بيتي شانيل اليوم ان شاء الله أريد أن نشارك معكم موفنز أو الكابكيك الذي يأتي وراء يحمقه لدادين وصحيين وخفافين لا يوجد الدقيق الأبيض لا يوجد السكر صحيين حاولتنا استخدام مواد التي تفيدنا وتشبعنا وفي نفس الوقت لا تكون مديرا لصحادينا ووليدتنا خصوصا بدأت المدرسة يقدروا يديهم معهم القوتة او اللا حتى انتم ماء لو كنتوا تخدموا ويريدوا تديهم السناك فصدقوني فعلا يشبعوا والدادين بزاف بزاف أنا سوف نفتحه معكم كيف يأتي من الداخل ومشاء الله مفشف شين ورطي طبين ومعلكين في نفس الوقت بالنسبة لهذا المقادر سوف نعطي لكم تقريبا 16 قطعة الى كانوا الكاب كيك صغر او 12 قطعة الى كانوا كبر انا خرجت تقريبا 11 قطعة وحاولت ندير واحد الميني كيك حتى يجيزوين وشاهي ما تنسوش احباب يتعملوا لايك للفيديو وشاركوه مع الاصدقاء والاحباب باش تاهم يستفدو هاد الوصفة ومنطورش عليكم دوزو دابا المقادر وطريقة التحضير بالنسبة المواد اللي غادي نحتاجوا غادي نحتاجوا واحد جوش خزوات صغار او لوحدة كبيرة جوش بانانات حتى هما يكونوا متوسطين ويكونوا مل احسن طيبين مزيان باش كيصلح نمعسوهم وهاد الموز والجزر هما اللي كي يعودوننا تقريبا تحلية ما كانوا نضعش السكر وغادي نحتاج للدقيق دير الشوفان مكسارات هاد الحوش والأولى حبيبات الشوكولات للتزيين واحد صاشي دي الفانيلا ويلا كانت سائلة يكون مل احسن انا الثالث لي مع الاسف غادي نحتاج البيكن باودر واحد معلقة صغيرة هكا قبيصة دي الملح جوج البيضات عصر البرتقال كيف كتعرفو كيتماشا مزيان مع البنان والخزو او الجزر كتعفو ذاك الصلاة اللي كان ديرو في المغرب تبارك الله كتجي بنينة وغادي نحتاجو الزيت المائدة ويلا كانت عندكم زيت الافوكات تقدرو ديروها هاتا هي كتجي رائعة وغنية في نفس الوقت فاول حاجة كان عندي شوفان حبوب كيف ما كتشوفو هكا تحنطو من الاحسن وغادي نحتاج 300 جرام بالضبط المقادر اللي غادي نعطيهم لكم وغادي نشاء الله نحاول نخليهم لكم في صندوق الوصف اول حاجة نحكي هذا الخيزو نحكي الغليضة ماشية رقيقة حتى نحصل عليه بهذا الشكل هذا من بعد نقشر هذوك البنانات ونحاول معسهم بالفرشيطة حتى لا يبقى طرفة كبار وفي نفس الوقت يعطينا واحد القوام كريمة لكاب كيك دينا ذاكشي باش قلت لكم الأحسن يكون البنانات طيبين مزيان فكن سبق لي وشاركت معكم دي كاب كيك بالبنان نخليكم الوصفة في صندوق الوصف اللي بغاية شوفها هذي كتتحضر بطقيق الابيض لا يحتاج الوصفة لا يحتاج الوصفة لا يحتاج الوصفة نضيف جوج بيضات ونحاول نخلط العناصر ونضيف كاس أعاصر البرتقال 1-120 ميليليدخ ويكون دافي بدرجة حرارة المطبخ من بعد نضيف الكيس الفانيلا القبيصة الملح لتعدي المضاق وكاس اللارب زيت المائدة لا نضيفه مرة واحدة تدريجيا ونخفقه نحاول نطرب هذا البيض ونضيف الخليط ثم نضيف كيس 7 جرام من بيكن باودر أو خميرة الحلويات لا يعادل المعلقة صغيرة ونضيف 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 الآن يمكنكم طيبهم بالنسبة للناس السكري أو لا يريد الحلوارة تبارك الله الجزر حلو والبانان حلو نضيف العسل كإضافة يمكنكم تضيف السكر البلني وإختياركم ونضيف بالنسبة للبنات في ألمانيا وهو غزال وعقد ويشبه العسل الأصلي الحر يكون بيو نضيف تقريباً واحدة من السكاس ونضيف ونضيف 100% ونضيف 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 ثلاثة دفوعات تقريباً ونضيف 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 على قوان ونضيف تقريباً ونضيف أعقاد لأن الشفان يتضيف ثلاثة منذ ونضيف 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 وانت ونضيف نضيف خمسة الحبات من الأفكار نضغط على يدخل داخل نضيف نصف الخاليط و نضيف الحبات البلو بيري و نضيف خلال الخلال من الأفكار ننضيف طريقة يحسن لكي ينبغي بلو بيري و مع درجة الحرارة للبن و نضيف قوام المويل لأن نناول الكوب كيك ثم نضيف حبيبات الشوكولات الأسود يكون رائعين و معلقين يكون من نوعية جيدة و يكون قدائب و معلقين نضيف القضية بالنسبة للميني كيك جزء الأول العجين و توت الأزرق و بعد الجزء الثاني نضيف حبيبات الشوكولات والصراحة هذه المعلقة تفيد بثاف لا تفيد بشكل معلقة عادية يجب القياس مضبوط و لا تنسخه النصف الثاني نضيف المكسارات نضيف الجوز أو القرقع كنهرمشوا بهذه الطريقة كيميا غير محدودة و الرغبة من المكسارات التي تفضل ممكن تضيفها أو زبيب أو أي شيء سوف نضيف قليل القرقع و قليل اللوز كيميا قليلة الخالط و تبارك الله تهلت فيها فصدقوني هادو كي يجيو خاطيرين يعني الماداق للبنان ديال الجزار ديال اللوز ديال القرقع شوفان ما نقول لكم ش على واحد الماداق كي يجي رائع بزاف كيف ما يمكن لكم تعودوا الفانيلا بالقرفة كتبقى على حسب النكهة اللي كتفضلوا غجي صحية أكثر والقرفة كتوتى مع الماداق للجزار والبرتقال غير أنا وكان وليداتي ما ما كيباوش النكهة لها لذلك سعملت الفانيلا و ها انتو ما كتشوفو علما دقيت هذوك المكسرات الخالط والعاقد ماشي كما في الأول كنحاول ندير معلقة غير ممتلئة كتجيني قياس مع الكابكيك و كيف قلت لكم في البداية إلا بغيتوهم يجو كبار را كتتعمروا معلقة ونصف تقريبا بغيتوهم يجو صغار كتنقصوا الكيمية و بنفس الطريقة كنزين بحبيبة الشوكولة و في هذا وقت سخنط الفران على 180 درجة كندخلهم يطيبوا على خطرهم كيحتاجوا ما بين 20-23 دقيقة حتى الـ 25 على حسب كل فرن وشنو من بعد كنجيب بعود الأسنان كنشوف وش طيبين من الداخل تبارك الله كي يجو هائلين والريحة اللي عاطية كتشهي كنت مني شاء الله تجربوهم وأنا أكيد سيعجبوكم واليوم معتمدين عندكم و اللي هنا أحبب بك تنتهي الوصفة إلا عجبكم الفيديو كما قلت لكم ما تنسوش تشجعوني بلايك إلا عندكم شي ملاحظة أو لتعليق مرحبه و ألف مرحبه و نقول لكم تهلا ولي فرصكم الفيديو الجاي إن شاء الله سلامة